ومثل ما ذكرت أختي نهال يمكن أنا ما شدتش عن نقطة لكن هي نقطة يعني كل الموضوع اللي هي محبة الله أنا تكلمت أنه يظهر أبوة الآب حتى يعلن لنا المحبة هذه المحبة موجودة في قبل الأزل لكن أعلنت بشكل كامل من خلال شخص يسوع المسيح يقول الكتاب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ولكن الله بين محبته لنا لأنه نحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا كما قال محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة إنها محبة أبدية محبة أزلية محبة بغض النظر هي طبيعة الله منذ وجود الله محبة هي طبيعة الله أعلنت هذه المحبة من خلال يسوع المسيح عبر عليها بشكل جميل الرسول يحنى يا أولادي انظروا أي محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله أحبنا حتى المنتهى أحبنا رغم خطيانا أحبنا هذه محبة الله الغير محدودة محبة الله الغير مشروطة هذه المحبة المنتصرة هذه المحبة التي تقدم ولا تحجم هذه المحبة مثل النور عندما تلمس تلمس كل نواحي الحياة فتشفينا جسديا ونفسيا وروحيا وعقليا إن أعظم شفاء بل أعظم دواء هو المحبة مسكين الإنسان اللي ما بيختبر هذه المحبة مش هنيك أحبة فإحنا قلنا إن السر لكن هذا السر أعلن لنا أعلن لنا إن الله في ملء الزمان يتجسد ويأخذ صورة عبد ويموت على الصليب هذا لا يقلل من قيمة الله بل بالعكس يزيدنا تقديرا وامتنانا وعرفانا وشكرا وجميلا وتسبيحا وتهليلا لهذا الإله الذي أحبني رغم خطيائي اسمع ما قال يسوع ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحباء وعندما تكلم الرسول يحنى قال ونحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة هذه المحبة الإلهية هذه المحبة الشافية المحبة الغافرة المحبة المضحية المحبة المخلصة صدقوني العالم يحتاج إلى المحبة ترجمة نانسي قنقر